موسيقى 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 اللي غنكونوا معكم من خلالها غن ندعو على بزاف دي الحويش كي قاسونا بزاف الحويش كي درونا بزاف الحويش كي درنجيونا فنتمنى أنكم تكونوا كلكم معنا دابا ما شاء الله عليكم هنتم بيسوا كتنضموا لينا مرحبا بيكم الله يحفظكم وتبارك الله عليكم وأنا تنتظركم أنكم تلتحقوا بينا دابا باش ندعو على الموضوع ديال اليوم مهمنا تنحاول نحاول أنني بطبيعة الحال نوجدو نفسنا لهذا اللايب هذا على يتيحال أنا كنعود نذكركم مرة أخرى حياتي قيصات سيكون لكم دائما على الباجل لا بلوس نهاري نهار لا دائما غن دلو لكم صباح سطوري كنقول لكم مقتش غيكون ديغيكت حتى أنه يعني يمكن للسيدات أنهم والسادة أيضا أنهم نسفطون لنا لمساج جيلهم طبيعة الحال نسفطون للمساج جيلهم القيصات جيلهم الحكايات جيلهم هادي نكون فرحة أني نستقبلها فرحة بزاف لأنه اليوم توصلت مزاف ديالناس فلاباش جيل للا بلوس دوينا عجبني حل بزاف أننا دوينا ما بعديتنا أيضا وصلوني لسبب الحكايات وبعض القيصاص اللي كان وعدكم أننا غنخصطو لهم حلقات لأنهم مواضيع مهمين بزاف وكان بزاف ما يتزقل شي مرات تراك نحتاجون نسمعون بعديتنا نحتاجون نشكيو على بعديتنا نحتاجون بغناء شي حدي يقول لنا ما عليش غا تدوز غا يسبر يكون خير ان شاء الله خير ما تدرش في خاطرك وخا كريم عميليا عينية مكين بس شي مرات تحتاجون شي حدي يقول لنا غير را الأمور غا يدوز على خير شي مرات تحتاجون شي حدي يمكن يكون عايز تجريبة يشجعنا أو لا يرجعنا را كين شي حويج اللي بسات شي مرات كنتغلو نسمعوه تجارب الناس أخرين باش هكدا ما نتحوش مثل الخطأ أو لا ما نعيشوش نفس تجريبة اللي كدرنا أو اللي كتقصحنا فانا كرح بيكم جميع وأكيد أنه غادي ندويوا مع بعدياتنا بعد لحظات في الموضوع أنا قلت لكم غا تلتحقوا بنا ده با ضغية 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 تحقوا بنا عافكم تحقوا بنا تبارك الله هنتم زيدين كتزيدو فلابباج غيب باش ما اللي نتكلمون تكلموا بمرة ما يجيش دولتا حق باللايف وحنا بقي أولا نفتحنا الموضوع وفصلاح الموضوع اليوم هو موضوع قاسح شوية سمحوا لنا إليك الموضوع قاسح شوية غنتكلمو شي شوية ماشي غنقول أغريسيف ولكن غنتكلمو شي شوية بواحد الحرقة لأنه موضوع فيه بزر ديال الحويج فيه واحد شخص يخص علاقتنا بالأم واحد شخص يخص علاقتنا بالزوج واحد شخص يخص علاقتنا بالمرأة ولكن كينشي حويج لي ما كيبقاش فيهم النقاش واش كيكون فيهم نقاش ولا ما كيكون فيهم نقاش هذا هو الرأي اللي غدي نتظروا منكم اليوم أنا كيدهر لي بأنكم متحقتوا بنا تحية كبيرة وكنذكركم دائما بأنه البرنامج أولا هذا اللايف هذا أنا مسترع على برنامج غالب علي الراديو هذا اللايف هذا اسميته حياة شخص لي من خير هلو غنتكلموا على بزف ديال المواضيع اللي كتهم طبيعة الحل حياتنا اليومية هي فرصة باش ندويه يلا فرصة باش نفتحوا قلبنا باش ندويه باش نتكلموا على شي حويج لي اللي كدرنا ومتنقدروش نواجهوها تنخلي هلو كيظهر لي نتكلموا في الموضوع قالوا إلا تبعتموا مؤخرا نريغوت خلعت بصراحة هذا موضوع اللي أنا شخصيا نظرني في قلبي إلا تبعتموا مؤخرا كنا شفنا يعني واحد الفيديو دست تصور دست تصور فيسبوك أنا بصراحة ما عارفش كيفاش نقدم هذه مؤخرا تكن منظرني خاطري نهار شفتها كيفاش خصت تقدم هديك هديك الهضرع اللي هذا قالوا وخشفنا واحد الولد لي جسم موت زورو إحنا ما عارفين اش تفاصيل هي جسم موت وكانت افراد الفيديو فعلا كيبقى يعني من سهوث ما كيفامش واش بصح نيت ولا دي الناس غا كيضحكو واش بول معقول نيت ولا دي الناس كيتفلاو زي ما بقى هاك السؤال كيطرح راسو واش بول معقول واش فعلا كينشي ولد غا يعمل ام ديلو هكاك وغا يسمح المراتو انها تعمل ام ديلو فعلها كدك طرحوا بزر دي الاسئلة فات الباب هادا غادي نشوفوا الفيديو وغادي نرجعوا من بعدها طبيعة الحال باش نتكلموا في الموضوع انا غا نخليكم تشوفوا واحد شي شوى من الفيديو ووسمحوا لي علمشاد اللي غا تشوفه وغادي نرجعوا تدفل ايه هاوليد ايه هاوليدي يادا هو الجزة ديالي هادي ايه هاوليدي والحمدلا راحي لتلاديك الباب انتخلك ايه هاوليدي لبا كنت تعصيني في الباب محسنة لحني مع الدراج عيلا محسنة لحني مع الدراج ايه لا ما سيحسنة لحني محسبة من خدمة جايج باك سافع موسيقى 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 ما زيت أسندي الدراري احترمين عائلتي شكوناي يا ألدك اللولا لا تدخل معي سوف يحكز شكرا هادوي كي تقول هادله هادره ما حش متيش ما حش متيش تشوه قدامه ولاده بورقار هادوي الرجال كي يقوله لي غي كبور لي مزوج رجعنا لكم من مراه هاد الفيديو رجعنا لكم من مراها هاد الفيديو اللي صراحة صعيب حتى اننا نتناقشو عليها انا غنقول واحدة مسألة غنكون شوية قاسحة الام بالاحترام الام بالتقدير الام كي يخصى تكون فوق الراس ولكن الانتي بنت الناس ما مفاهم ماش مع الام عليك المراه بتتقار صافي الا الا السيدة جت عند ولدها مرحبة بيها ادخل دارها مرحبة بيها عند ولدها انتي ما عندك شمعها عندك منها موقف الحرب ديالنسا ما تفاهمتوش حشاتليك شناله دراه ماذاك شي ماشي هو داك اعطيت يسع للسيدة عليك بالتقار رجعت تعطيها صوابها السلام عليكم عليكم سلام ورحبا ادخلها من الولدها فتصوروا معايا ام انا بقي ما قلش الكمنتر جالكم انا سمحوا لي اغاندوشي شوي على الموضوع تصوروا معايا ام غتجي عند ولدها باش شوفوا اولاده بغض نظر على تفاصيل والاستفزاز او عندو مشكيه مع امو ارى اموك هذيك قال لي اها عندك ازدهار رجيسيني فتصوروا الارد الليل عندك ازدهار لحلي تلك الباب واخليتك في الزنقة وسمحتي للمره كتغوت على الام ديالك بديك الطريقة وكتنهرها بديك الطريقة وكتدوي معها بديك الطريقة انا كنقول هاد المره اشنو كتنتظر اغدام لولادك لانهو كما تدين وتودان وكنقول هاد الولد هادا كيفاشن سيتي الام الي غباتك وكبراتك وصارت عليك وتنحنت عليك او 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 كان يشي ناس اليك يقولو بلي لا خصنا حقا يكونو عندنا دور العجازة باش اليك المشكل في الكبر ديالام والاب نديو المؤسسة وتكون الرعاية ديالو حسن ما يبقا كتلاوح ما بين دراق ما بينولادو ما بين المرأة ما بين كادا ما بين كادا ما بين كادا سمحو لي انا سوف نقول لكم حشو موعيب كيفاش تسمح لك نفسك أنك ترمي هو كوبك كيفاش تسمح لك نفسك أنك ترميه هدى المرأة اللي كبرات واللي صهرات واللي داوات واللي ضربت تمارا واللي قراات واللي تمحنات واللي تكرفتات وهد الأبتة ولا يخرج ضرب تمارا واللي يخدم وكذا 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 من يكبروا ويتنو منك غيتقدر واحترام كأنهم عمرهم ما كانوا عيب حشوما 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 هما مرمى وكش صورك كورما وكش صغورك نقولهم نحقك كما قلنا ذاك شي كيت سلفو كيرجع انت ترميهم زا ما صعيبة شي شوية حشوما الناس قالوا لي هنا الصوت قليل اللي يخليكم غيشوفوا لي بقطاب جالكم مما الصوت احنا متأكدين منو بسبب الناس اللي قالوا لي لا فيديو ما بيناش لا فيديو فعلا ما بيناش نحن اخذينا الاكستخدين الام هاديك الام اللي كانت تصور بالتليفون ديالها في الوقت اللي يودها كي يقول هذا الهضراء المهم مع لنا هادي التوطئ اللي دوينا على علاقات الام بالولد نجيو العلاقات المرأة يعني الزوجة بالحمات ديالها مزيان مجمل العيالات مجمل للنساء لا يتقلقوا مني الحقوقية سأنا متنقول لعيالات زباب المقصود ديال ان المرأة ما تنقصدش بها شي معده قبحي المعظم ديالنساء يقول ناري 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 دارت فعلات تركات كده قليل ندرة قليلة 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 ماما مامات كم فرحوا قليلة 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 ولكن arsenal في المنطق الآن ما هي قلقة كانت عامة عامة لولد و تكبره كتجيه الغيرة الابنة يزوج بنته كغير مراش لبنته كي قدرشي تصرف جميع مقبوله لعما انت الام كتتغير من ديك المرة كت حسبها و تلتتليها ولده تلتتليه ولدي مبقاش عندي حلما كيفاش نتعامل مع ولدي مبقاش عندي كيفاش ننعيش مع ولدي مبقاش عندي كيفاش نتعب ولدي فكين بعضنات الناس اللي كيكون تعامودي لها مع هذ الأم هذي رحيم كيقدر يصدروا منها تصرفات اللي كبروا مثلا العروسة ولكن العروسة كتكحز للور يعني أنا كنقول وربما مثلا يقول ماريت من السجري با تيقار زوين جرحتيني ما بقتش قادرا نتعامل معاك بغيت ولدك كانت تعامل معاك يا زوجة مي كتجي عندك تكسيدة البر كتجي عند ولدها غتشوف ولدها غتشوف ولد ولدها مرحبة بيها يعني مرحبة بيها غادي نحط لها سواب هالي خاصة نحطوليها غانتكلم معاها في حدود الأدب واليقى ونقدر نساحب نديك الجلسة باش ما ندرهاش وباش ما ندرنيش هدا حلب الحدود او انني على وجه داك ولد الناس غادي ندير واحد تعامل في واحد النوع منطيبة مع ديك المرأة كوما منبقى كان نشوف فيها النظرة ديال الامره بحال موي ما نقولش موي ولكن في حال موي باش هكدا ذا مع الاقل على الاقل الانسان كيستحضر والده يلي وصلته حتى 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 تزوج شيه انتية نفس المسألة باسبال الام كمام خاصة رايحة هي علقة ديك من الناس يعني عارسكين شي جرحات ما كيتجبروش اني نحتارم ديك مرت والدي والياب تقار ما فيها باس مجاملات في المناسبات هدايا الى غير ذلك لوحتي بقزوين كيف مسلا نقول ولكن في المجمل معلن الحرب في نظاركم شن هو السبب ديال الحرب انا غان نحاول نشوف شوية الكومنتار جالكم تحية لكم ورسائلكم زوينة كلها الله يحفظكم امتو ام كتقول قلة الحشما قلة ميدار كيتحكو على رسوم ما كيتحكوش الاهية راهم بالنسبة لنا قبل نوالو سوف يضيعو في الوقت السلام بباسوكينات سبارك الله عليك موضوع في السامين مرحبا الله يحبك السلام فعلا 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 انا صحيبة ما قبل شهاز ما ترطاعت لي بسا تقول الام ديالك ما احترتيش العائلة ديالي وجيتي ما جيتيش في الوقت قد يصعي باشي شوية وخختي تكون كيف مما كانت مخصوش يتعامل معها هكدا فعلا اللوما الكبيرة على الولد اللوما الكبيرة تكون على الولد للأسف مثل هاد المواقف لا تشرف العائلة المسلمة جاتني الفيديو شوية باكلاغ ميدو توت ليمانيغي الفوغي سبكتة لاماغ الفيديو حيزم صورها الام احنا اخذيناها من فيسبوك اللي تعرضت فيه اللي استرنا وخلاص هادك الود اللي يدر لامو هكداك غادي ديرو ليه هكداك ولادو ايه فعلا اللي لم تستحي فاصنع ما شئت موضوع مؤسف وبالوليديني احسان كيف مما كانت ديك الام واجب عليها الاحترام وربي وصاب الام فعلا بالنسبة الغيرة اللي قلتي من هادي سنوات من سنة الحياة يالغيرة كاتكون أنا كنقول بانه الزواج كيخص يكون فيه واحد تكافؤ اجتماعي ما بالأسر يعني تكون الأسر شوية متقاربة باش كتكون تقافة ديال ممت البنت ومت الولد قريبة بالتالي كتكون غير اوتوماتيك لانه الام كتحس بانه جات واحد المرأة اللي غا تعطي الولدها واحد الحاجة اللي منكش الام تعطيها بالطبع الحال كيف متان عارفوا الزواج راه الاساسي فيه وخبزة الناس قبل ما يكونوش معايا فالفكرة هادي ولكن راه هو عقد قبل ما يكون عقد زواج يعني مقبل كاكيد عقد ونكاح يعني كتربط واحد العلاقة الجنسية ما بين الراجل وما بين المرأة هاد العلاقة الجنسية اللي كتوفر وهالتواصل العاطفي اللي كيكون ما بين الراجل و المرأة كيكون عندو واحد تأثير كبير على نفسية ديال الراجل و على نفسية ديال المرأة فالأم المكانة ديالها مش هي مكانة الزوجة الأم المكانة ديالها كيخسر احترام كيخسر تقدير بطبيعة الحال غير هي بنت الناس كتبقى غريبة اليها فمين كترتج هاد العلاقة هادي او اللي كتدخل فيها السراعات او اللي كتدخل فيها السواريخ الجوية ما بين نسا الراجل هو اللي كيكون مقصح يكون ما بين المطرقة والسندن طب الحال ما يخصوش يكون وقح مع الأم ولكن كيما بعد ما وقفك يخصو يكون سارم يمسان قوله يخصو يكون سارم يعني الأم إلا كانت غالطة باللتي هي أحسن مام الله يخليك بالأحسن أنا يوقات تقار بينك وبين الزوجة باش هكذا ما تطورش الأم وانش يحويش ماشيهما بك الزوجة إلا كانت غالطة حتى هيك يخصد تحد ولكن باش الأم جي عندك للدار مقدار أنا للم قلقة عليك ما بغيتش ندوي معك ما بغيتش نشوف فيك نقاع عندي مشكل جرحتيني سمعتك تتبيني سمعتك تعيريني قدرتي شي تصرف الله وأعلم جاء السيدة لدارك سلام الله مرحبا بك تفضلي نحط المرة سوابها ما قدرش نستقبلها ندخل في حالي البيتي ولكن من حق ولدها يستقبلها في داره ويكون كل احترامه تقليل لدي السيدة وإلا أنا مقدرش وما استحملش أنني نطلقها وأنني ندوي معها من حقي أنني نسحب ولكن هاد المروي عندي في داري إلا هي غاتبت عندي ومن حقها تبت عندي ولدها هاداك غادي نوفر لها فراشها كيفما يجيب نوفر لها أمورها كيفما يجيب نوجد لها غذيوتها والعشيوتها كيفما يجيب نبر بها كيفما يجيب ولفتطعتي أنه كانت مناسبة إلى غير ذلك نهديها كيفما يجيب وأنت أحب علاش؟ هتغضى عندي ولدي وستنفى عن نفس الشياب وأني سيجيبك الغير على أولادك والتنفى عن نفس الشياب مكسرك جيدة هكذا ya شكراً من جهادنا يا تشوفني أولدك عندهم ثلاثين أو ربع سنين ربع سنين هياك أبع سنين عمس سنين أحتفظ هياك أتتتتتتتع وعندما انها نحض 됐ه قابلت الاختاً لأيك وقابلت الى م Bruce عندما ان sleeve و يقول نفسه وكيف أشوي ناغطتها في المرحلة فليس نسخة مرأة اكتبعين توصيل و يجب ان يخبر المرأة في فوك على الصباح يجي يتحدث لك في يومين و يجي يتحدث لك في الأسبوع و يمشى متى ان تكون لك في ترى ففي ترى وهو النقص ليس طبيعيا سوف نعرف بصور الرجل يكبر مع الأم وكاتجي واحد المرحلة اللي كاتنتازع كاتنتازعه مرة أخرى مرة ثانية كاتنتازعه مرة الأولى المرة الأولى كين حدود في العلاقة المرة الثانية ما كيش حدود في العلاقة كين تكاملوا كين سيرورة كتستمر باش مقدرو أن نكملوا تحية القال لناس اللي كيشوفونا هذا وخا عرف جوابك وخا عرف جوابك ما عرفش شنو وجواب اللي يعرفه اش كتقول مشكي لحمة العروسة متروح منذ الازل فعلا الويسات وما سبب الحرب في اغلب الاحيان يكل لهيبة كتباني لي قلبك حمر ممكن ممكن هي هدي حرب قديمة بكري المرأة كانت ربما مي كتزوج كتزوج وسط العائلة الكبيرة كتكون جدة وامة الراجل وهي كيكونوا لعمام والخوال ودكشي وكتجي المرأة وكيكونوا لعمل حقرة علىها شوية وخصا طيب خصا جمع خصا 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 وكيكون المبدأ ديال مولات الدار هي الام ديالراجل هي مولات السوارس هي مولات الريو الشوار تيكون هنا وحد صراع كيخص ديكل مرأة سوخطو ديكل مرأة مرأة الولد الكبير دوز واحد سنوات باش تاخد داك المشعل ديال مولات الدار باش 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 هدي أمور كانت منذ الازل الويسات ايضا منذ الازل كي تكون ديك الغيرة خاصة إلا كنتشيلو سمم زوجاش كتشوف شوية داك الفشوش إلى غير ذلك اللي كيكون ما بين الرجل والمرأة بس كي نورمال كاميرا كتحس بوحد النقص اللي كيدرها ولكن هاد شي ما كي مناش أنه هاد العلاقة كيف ما ممكن تكون صعيبة ومززوج كيخصات تكون عليك بالاحترام مرت الولد كيخصات تكون عليك بالاحترام أنا قصص كتيرة كنسمعها فهذه يعني كدر في القلب مثلا كسمعو الحماد تحامو على العروسة خلاو دارها الحماد كتحرش الولد باش تعدى على مراتو مثلا هي سبب تطلاق ما بينجوش ديال الأزواج مثلا تصرف هاد دارتهم كيكون مشكي الأم عوض ما تجيت هدن الأمور كتزيد كي ما تقولو تشعلها وغا تكون فرصة باش ندعو على هاد القديد المشاكل ما بين الرجل و المراك مشاكل ما بين الرجل و المراك سيقوضي الرجل و المراك الولدين في التقار لانه كل واحد ياخد موقف للطرف اللي منحزليه المهم علي يتيحال كي يولي نقاش كتير فهد الباب هذا فهد الجنب هذا ايضا كي نعرايثات لانه يعصرس واحد القصادية واحد سيدة مسكينة اللي في الفيلا ومتيسة اليوم الخاطر و ذاك شو كانت كتتعدى عليها العروسة تعدى عليها فوحد البيت والجردة كتتكون المكلة البيتال الخبز اليابس يعني تعدى عليها واحد مرة دي كل مرة توفات يعني جميع الأحوال طال الزمن والاقصر غادي نتفرقوا واحد النار فعلش نتفرقوا بالعام نتفرقوا بالمعروف ما بغيتينيش ما بغيتكش ما تفهمناش تقار زوين تقار زوين زوين بالزاة لان والنا على الاسات الزوجية المغرب و العالم العربي هي علاقة ما بين اثرة و أثرة لا ما بين فرد و فرد pettoى علينا في العالم العربي ما بين أثرة و أثرة هنا أ stretched out مشكل كبير الويسات هما سبب الحرب قلنا سيهم السلام كدير المفسب عليه بايخه الحمد لله و كنموت عليه السوكينة كنتعلم مالك بزاك الله يحبك للي يا لسيان حسي سوكينة هادشي و لك يخلعونه فعلا مكدرش عليكم أنه والله إلاويس كان خائف حيش بيش نشوف بزاك الحوج لو كيدرو في الخاطر نساءل على هادشي فين قد يوصل و فين بدينا و واش عباد الله غنقدرون كيف نقول لكم صعيب صعيب تحت تفضل الموقف هذا صعيب تحت تفضل الموقف هذا لأنك ما بين ما بين ودك ومراته ما بين رجلك أمه ما بين رجلك وولديك أصعب المواقف كيعيش الإنسان في حياة يا هذا الصراع اللي تضرف الخاطر بزاف واللي تقهر بزاف و اللي كيوصل شي حويش كيكونوا قاسحين ما يمكنش بصراحة أنا ما بغيتش نبقى غيرانا وغيرانا وانا وياكم أنا تصلت بصديقة لي اللي كان وجلت حياة كبيرة للم ونصبحي وهي كوتش معتمادة في التطوير الذاتي مونا اللي عاصرت بزاف دي الحالات مشابهة تلبس منها أن تفتنا واحد الفيديو اللي تقول لنا فيها شن هو تفسير نفسي شو واقع الداخل شن هو المشكيل ذا ما شن هو المشكيل في هذه العلاقة هاش دا باش نظهر لكم غديم شو نشوفوا هاد الفيديو هادي نشوفوا مونا سباحي الكوتش ديالنا اللي كانوا موسعدي كانوا مونا اللي غتعطينا طبيعة الحال الرأي النفسي في هاد الباب في اطار تطوير الذاتي وفي اطار الشغال على الذات ونرجع طبيعة الحال نوصل معكم ونقرأ اللي كومنتار ديالكم ادان شن رأيكم دا باش نشوفوا لا فيديو ولا باش نشوفوا لا فيديو ديال مونا تجلس السلام عليكم أول شيء شكرا سوكينا سلموي على الدواء ديالي مش نعتر رأي ديالي في الموضوع ديال العلاقة ما بين الحمار والعروس معكم مونا سباحي مضربو مع سمدها في التنمية الذاتية فهاد الريفاليتي او هاد المشاكل اللي كانت توقع من واحد الجانب ماذا السبب فيها؟ ماذا الأسباب؟ كان قلت الوعي كان نقص في المفاهيم او في الفهم ديال العلاقة ديال ولدي رأي ولدي وراجلي رأي راجلي رأي كل واحدة وبلاستها فهل اكثر المشاكل اللي كانت توقع بينها الجوش يعني العروسة والحمار كانت تكون لان الام بغاية اللي يبغيها كتر والعروسة او الزوجة بغاية اللي يبغيها كتر فأول حاجة هذا الرجل لان الام ليس هو الحب والزوجة كل واحد هو الحب الذي يكمل هذه الحاجة الأخرى الحاجة الثانية هو الحب الذي خلقنا الله عز وجل من المشاعر التي تكون لدينا ليس أنستاك الذي أعطيتك 50% يبقى لي 50% أو 60% يبقى لي 40% كل واحد يتزاد معه الحب يكون خاص جدا لما يعمل لا يمكن أن يتنمى هذا الرجل فهذا الرجل عادة هذا الرجل أكثر شيء اللي لاحظت وحتى اللي موجودة في الدراسات على هذا الموضوع تكون لعدم فهم البلاسة في حياة ذلك الأم يجب أن تحفظ عليها خدوه الزوجة التي تريد أن يسمع الكلمة ويكون لضم وكذلك القصص السلبية التي نعودها فمن تتلقى معه لا تقول لك مرت والدي دارت لي وراملت لأخر وراملت لأخر وراملت لأخر فنقول لك ندرعه في حال واحد قاعدة إجماعية من تتلقى معه عروسة عندها مشاكل مع زوجها تتلقى وهي كذلك في حالك وراملت لأخر وراملت لأخر واحد المجموعة القصص فلنقف الأخر لأن كل واحد يتلقى حياة من تتلقى وهذه من تتلقى في حياة ذكي المزيد آخر ما يجب أن يسهل هذا التعاييش هو شخص حيث يفصل بالحب والعلاقة والتواصل والنوع اتمنى لكم حالة سيدة رجعنا لكم بطبيعة الحال ومازال مواصلين معكم مونات كلمات في شي نقيطات اللي هما مهمين بزع كلمات في نقيطات اللي بطبيعة الحال كيخصنا نقف عندهم بسبلنا الرجل اللي كان بار بمو را ولد امو ورا ولد امو اصلا را ولد امو زي ما شمع يكون را هي امو را ولد امو هذه المسألة هدي شوية شوية كتكون قاسحة شوية ولكن هناك فيما قالت كل واحد والفلاسة دياله ورا براسة الحب ديال الام مش هي براسة الحب ديال طبيعة الحال ديال الزوجة العلاقة ديال الراجل مع مراته مش هي علاقته مع الام ديال ورا كين فرق كبير حتى وصل درجة انه لا يقارن انا غا ندوي مع العريسات ديال باع علاقتك مع ماماك مثلا يقولوا فيها خلافات واش انت غا تقبلي راجلك يجي ويسب الماماك ولا يعيرها ولا يقول لا لا راش مستعاني ولا يجي عند الداري ولا 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 ما غا نقبلوه هاش ما غا تقبليش يقول امك سأف ما غا تقبليش حتي تتعامل معها بوح طريقة مقصة اه وبالتالي يعني هاد المسألة هذي هنا كتطرح واحد الجدل الكبير وكيفاش احنا بغينا هاد الراجل هذا حيت اه ما نعرف مو اه دارت معي واحد تصرف معين صرفي احنا نرمي والتوش كيف ما تنقول انا غا نخدو شي ميساجات سيام قاتل يا بايت نفهم سوكينا كيفاش لا ماما بدات كتفيني فولدها دونك فحالة دارتلي فحالة دارتلي استيفزاز مي رغم هاد الشي خستو يحترمها وخد تكون غضا عندك الحق يا ممكن الله بعلم بالمشكل اللي وقع بيناتهم من قبل ولكن وخه هاد الام معتش نو تدير اشو خد نو تصرفقه تمو وخه معتش نو تدير مخصوش يسمح المرات وانا دوين معتش تترقى خاوش يقول لها ستتعود قلت شورت على الجيشة عندي هذه مسألة نبيل كيقول ام دي لي واحد سيدان زينة بزاف عزيزة عليها هي الشخص الوحيد اللي كي اتصرف فيها نقطة الضعف دي لي انا ما عارتش كيفاش نبيل لها نقطة الضعف دي لي هي دي ما كتشوف فيها بلي قوي و ما عرفتش اشنو افصح هي الحياة اللي نقدر ندير عليها اي حاجة هي الوحيدة في الحياة اللي نقدر عليها اي حاجة بلا ما نفكر طبق الحالة نبيل الام قمنا يقولوا ما هو بيشعل هو بيطفاوح ما يطرش حمقاتنا اليوم انا ونبيل ما يسمحوا الناد اليوم وصعب ما شي مشكلة الاشي را كيوقع على لغة فعلا نبيل الام هي كل شي طبيعي ان الام تكون نقطة الضعف ديالك طبيعي انك تكون تقرب على انك تبر بالام ديالك طبيعي انك تكون طبيعي انك تكون قريب الام ديالك كان شي طبيعي لانها را ديالي ولدتك وكبرتك وتمحنة عليك الى غير ذلك كيف ما بغي كل حل كيف ما تكون الظروف فهنا الراجل خاصوه يعرف يفصل ما بين علاقته مع مراته كمراته علاقته مع الام دياله الى غلطة الام في حق هذيك المرأة كيفاش يخصوه يحد المسألة قبل ما تطور الحرب العيالات او حرب النساء الى غلطة المرأة في حق امه كيفاش يخصوه يكون التعامل طبي الحال الى كانت تتعلاقتك مع مراته تكفيه وحدناهم الاحترام وحدناهم التفاهم وهاد بنت الناس كتعرف شنه هي الام فبتالي عالاقل يمكن تنساحب الى ما عجباش الحال او لو قعشي تصرف او 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 يمكن تنساحب تتفوت الظرفية الى هاد الام ايضا يعني غلطة حق هذي المرأة هذي وولدها باللتي هي احسن بيقول لها بانه بكل احترام و بكل تقديع تبقى قيمته في عين المرأة ديالو لانه ما قبلش عليها الاهانة او ما قبلش عليها انه يكونش التصرف لماشي ودك و لماشي مقبول فالمسألة كيف ممكن الحال طبيعة الحال يجب يقول الاحترام المتبادل ما بين الزوج و الزوجة ما بين الام و الزوجة ما بين الزوج و ام الزوجة هذي مسألة انا كنقول زواج عنده جد المقويمات لا تهزوا سلينا الفيلم احترام اللي كي يجمع الاطراف كلها والثقة ايه لا تهزوا هذي جوج حويج و خدنا سيعتبون على هذه القضية اه انا كنشجع على اطلق ايه لا ما كاش الاحترام في العلاقة الزوجية ما بين الرجل و المرأة و ما كاش الاحترام في العلاقة الاسرية ما بين الاسرة ديال الزوج والاسرة ديال الزوجة و ما بين الازواج يعني الكوبل و الان عدم التقى انا ما كنتقش فيك نشك فيك عايشة بشك فمشيتي فمدرتي شنو فعلتي شنو دكش مع مجلستي اللارة مشيت لقى بها و احد اخرى و اذا انت لما تقيقش فيها مشيت مع واحد بلسة دارت فعلات تركات انا كنقول لكم اعتقوا ذاك الشوية اللي بقي فيكم و صيروا تلقوا اعتقوا ذاك الشوية اللي بقي فيكم رأى ابغاد الحلال والطلق صيروا تلقوا انتو مما صالحين ش تكملوا مع بعدي خلاص الى ما كانوش الولاد غي فقوا الجر حيث الى جوا الولاد جيت المسؤولية وجرابت الابادي صافي غنولوا في الصراعات المتناهية هنضو في الحرب فالما كناش شاقين بعديتنا و ما كناش كنحتارمو الاسرة و كنحتارمو بعديتنا رأى مشروع فاشل بجميع المقاييس تلق ماشي عيب كتحسوا براسكو ما مرتاحنش في الزواج تلقوا انا عارفة راسي بزاف تندس اقول انتي كتشجي الى ما نعفشنا هو انا كنقول اي انا تحمل مسؤوليتي الكاملة انا اي بشكل شخصي الى انتو ما ما مرتاحنش في الزواج ما مفاهمنش كينا الصراعات و كينا المشاكيل تلقوا اه تلقوا شكرا لكم على الرسائل ديكم كلها 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 شكرا بزاف تندس اوليا لما كنقراش الرسائل للحب ديالكم ولكن فقط طغير باش نغنيو النقاش باش نغنيو النقاش باش نغنيو النقاش اه اه مايو بافعل شنغنيو اللي نغنيو لليه نغنيو تتركيلي الليه انا كنقول الزوج والزوجة هم بزوج اللي عندهم قدرة لأنهم يخليوا العلاقة تكون زوينة ولا العلاقة تكون خيبة هم بزوج لأنه في حياتنا الخاصة كين حياتنا الخاصة أنا وراجلي وكين حياتنا العامة أنا وراجلي وولدي وولادي حياتنا الخاصة خاصة تكون بستروت غير مسموح بتاتاً بتدخل أنا شي كنقول لكم بعد سنواتها يمكن أن كنت عندي نفس تشكير من قبل أو لما كنت عندي مشكلة أو الإنسان كيتطور مع تجارب مع التربية مع المعاشرة للناس مع أنك تعرف الناس مع أنك تقرار نفسك مع بزاف دي الحويش يمكن أن أنا قلت كنشوفها لا ما أقول لش ولكن اليوم أنا بشخصي اليوم كنقول العلاقة الزوجية فيها رجل مرخص ومسدع لهم بالقفل والثارج علاقة ممكن تدخل فيها تشي حد بينها كنجيو العلاقة الخارجية اللي فيها والدية والدك وفي أولادنا هذه العلاقة اللي فيها والدية والدك خصي يكون فيها احترام متبادل الخلافات كتكون وممكن تكون ولكن في حدود الأدب والأخلاق والترابي أولادنا أولادنا مرحبا بيهم على الرأس والعين خاصنا نضربوا عليهم تمارا ومديروا عليهم قاعدك شير خاصوا يدرع عليهم ويمكن بزر دي بحل دي الأمة دي كانت تنتظر عندك الولد لكفأها أمشي كفأها ما دي ركني الناس اللي بوس دي وما بتاجينش ولكن يفرحي لبنته والولده ودخل عليه وجاب ليه واحد جاب لها واحد فلير ولا جاب له واحد بلغة وقال له أنت أبابا تفكرتك أنت أماما تفكرتك تنجيل والدين قدشك كأنك يجبشي لها سلسلة دي دي ولكن يعني المبدأ في المسألة هذه أو المعنى في المسألة هذه هو أنه خاص يكون الاحترام المتبادل يكون تقدير فلحظت اللي يمكن يخطؤه فيها والدين لأنه ممكن يخطؤه ثم مباشر المستبع أن والدية غلطه كانوا وقفوا عند الغلطة سمح لي يا بابا سمحي لي يا ماما لدي مسألة مكاش خصدق ويخليكم يفتقى الرجلي ويخليكم يفتقى المراتي سوفي هنا 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 كتتحد هنا ولكن بش وصل بنا لهالدرجة هذه صعيبة على أم اللي كتتنتظر من واحد الولد أنه يبردها لذلك لا يحب هذه الشغلة في ولدهم يعني كتتولديهم تربعي وتكثري وتكرفي وتمحني وتقري وتصري وتبلي هنا هنا كتحسي أشنا يغد شنو كتنتظري من ولداتك تحياتي لك خسي سوكين موضوع سامي وشكرا لك المرأة التي تأكل تبقى الكبيرة وتخصى ترضي الطرفين الأم والزوج فعلا فعلا اسلمة وسلمة تقدر ترجعي اللايب من سالي وتشوفي الفيديو فعلا هذ القضية هذي كما تقول نقارم فيها لك فعلا الزوجة يقدر تكون بواحد من نسبة الـ 90% هين متحملة مسؤولية تامة إلى ما بلغتش ولكن نتحمل المسؤولية ما فيها بس في حدود في حدود المعقول في حدود المعقول في حدود الاحترام لي واحترام لك المرأة التي تقول بقى الكبيرة يقرينها هاتي أنا جدي ما معتلا مرحبا الله يحفظك مرحبا بيكم جميع أختي بقينا حيرين ويا من نبدأ والله ما عرفت مين نبدأ أنا اليوم أبعدها سمحوا لي قبلوا عليك كيفما أنا لأنا هذا لايف كندير بطبيعتي لأنه تلمون الموضوع درني في خاطري ما عرفت مين نبدأ ما 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 سيدي محمد يقول فعلا حرب قديمة لكن المرأة دكية هي كيفاش تكسب الود والقلب دي الحامات حيث إلك سبس قلب حاماتها أوتوماتيكيا تكسب قلب الجامعة وكاتب قم سألة مقديرة مقديرة محمد لأنه كينا اللي كتدير المجهود ولكن الأموال ما بغتش أنا غيف دلحالة هاتي تقر زويد حيث سهل نقول لا وإنه فإنه حشو ما كده دي الأمر احترام تقدير تاتاتات سهل أنا كانت تكلم بواقعية اللي كانت تحطو في الموقف أنا اللي كانت تدوي معكم دابة ممكن تحطو في الموقف ممكن تتطرف ماشي هو ذاك ممكن ولكن يبقى وحد الفرانات كتبقى مسألة التلابي كتبقى مسألة ما ننظر ما نتعد هكذا خاصة تفكر لمرأة ما عجبني لحل أنسح ولكن باش نقادي بذيك طريقة باش نغوت على أم بذيك طريقة لا لا ما نقبول لحنا حسناك تقول ربما علي الضغط من طرف الزوجة ولكن خاصة يكون راجل وما يخلي حتى واحد يدخل في علاقته مع الأم دياله للناس هاد المثألة هاد نسؤال هاد ديال الرجلة واندره وله لها حلقة عشنا ان فوما الرجلة عندنا على اللي كيقدر مو ماشي راجل او اللي تقدر مراته ماشي راجل لا هنا فين اختلت الموازين الموازين مختل لا في اناكي باش نشوف علاقته مع مو وفي اناكي باش مع مراتي في اناكي وفيش كنشوف علاقتين مع أحماتي وفيش أنا كنشوف علاقتين مع وليدية والخطوط الحمراء اللي كانت تحت نار اللول الخطوط الحمراء مهمة فعلاقات الزوج والزوج كل واحد والدية تعرفوا الخاركتر دياله وتعرفوا الحدود عنده في الكينة وكل واحد هاد شي كي يخصوك تحت نار اللول عوض ما قاوزوينين بزاف وكنتقدوا وكنتطاوبوا ياك وديرا معاه فستا ومنت من يا ستة تصبح وانا كنتقدوا نطاوبوا وانا كنتطعوا ساعة وحبيبا وكيفيدا وكنتطاوبوا وانا كنتطا عليك لا وحنا غانت زوجه وانا شوفك مشاكا وابدا شوفك في قمع مشاكا وابدا شوفك تنتم مربج ومشاكا وغاندا جايقام قلقت الخدمة وغاندا تغويت وانا تنطلع ليا الزعاف وانا غانا غويت وغاندا ونعيشوا الحياة اليوميا لحاجة أخرى وثاني ما فيهاش ما فيهاش يعني واحد ما فيهاش الزواق انا كنقول واحد القديل اللي بنات واخدها بدخلت في مواضيع كثيرة وحنا كندوي على الموضوع وارجي فرصة فين نفسه فالش بايت تزوجين بايت تبني علاقتك على الصح بيني الخيب فيك ما تبينيش الزوين حيث اللي بغى الخيب فيك هيفرح بزاف منكتش في الزوين فيك حيث هو بغى الخيب فيك صافي اه هنا مع الصباح اه هنا كانت تقلق اه هنا عند تزوجة الحاسر هاذ هنا ما بينش الإنسان ذاك الشياء يزوين نبيني ذاك ش الخيب لكانت كل احد هنا فيه داك الش الخايب ديال نبين ذاك الش الخيب باش من Rum Eller بالبعد من الي كان نجيه و نتلقي في الزوين كان نكون احنا داجاه صافي حرفنا الخيب ع البدية وواجهنا بع الزوين وال الخيب بالبっち colored التي أ eruز THERE bonito انا بالنسبة لي كل شيء قدر يكون الى كان الراجل متفاهم فعلا الى كان الراجل كي عرف يمتصل غضب الام وديل الزوجة كي عرف يصد الخواطر تعرف ايش دلعصام الوسط برافو علي انا اقول لك معلم اما الراجل الى دخل وسط الحرب يعني الى مقاشة دلعصام الوسط م اللى تجيها ولمالها تجيها اللي يحسن اعوانك الله يحسن اعوانك مهما اما انا مغلنا ان الموضوع قدر الموجودة غائبة في بيوت الاسرار يقدر يكون حقيقي يقدر يكون فيه جزء من الكذوب يقدر يكون كله حقيقة احنا فقط درنا عليه الإسقاط باش ندويه على الموضوع اليوم احنا فقط درنا إسقاط باش نعودو ندويه على الموضوع اليوم نعودو نرجعو نوريكم الفيديو ديال الام اللي ولدها داردك تصرف نعودو نشوف الفيديو نعودو نرجعو نواصلو الدردشة ديالنا ترجمة نوريهم لقد قلت عصنى أول يصل معي هل instructor قلت عصيري؟ ملوك تزاق اه اه صارعي ودخلت ووثينا ولكن سحبني من اللي جينا عندكم هنا قبل اللي فاكونس واش زاما كتطلب باش نجي عندك ودخلت وقلت لي يا قلت لي يا نو دي نوري لك الضاب واجيت من المغربة هاي شا نصولتيش فيا ما جيتيس عندي وبغيتنا نشوفك ونشوف الدراري حمالك الوالدين 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 احترمينا احترمي عائلتي دبا حليت لك الباب سرميك شكونا هي عائلتك؟ اللي اولا؟ ما عنديش عائلتك الوالد؟ مالتي ما ما تدخلش معي كانسة هنا ما عنديك عائلةك الاولا؟ لا عنديش عائلتك الوالدين؟ اخليك وليدي يا مع لم يديك انت الوالدين؟ اخليك والاเคيلتين؟ وليما عندك لا اباك لا ‑‑ cryingا لها اباك لا أمك قلت لي ما عندك لا اباك لا أصلاق احنا بداتي مساف��ةNY فين كبرتي؟ فين كبرتي؟ بين كبرتي؟ thats where's your这个 ickory thieves شكولي ربك شكولي كبرك شكولي قراك حتى تخرجي انجينيور شكولي قراك شكولي وقف معاك شكولي داك اللي عربيا شكولي ورايليك الدين لإسلام عدوي كتقول هادله هدرة ما حشمتيش ما حشمتيش تشوه قدامي ولاد بورقار عدوي الرجال كيقولولي غي كبر لي مجوهج دافع لابوسيتو كتجري معا ولادها وليوم كتقول ما عندك لاباك اي 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 بصراحة ما 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 doitينانا بسوفة شخصية عندك مجمية ambiente اcomes اللock رجعت الفيديو حيث كان الناس ليقالوا ليس من حلقة الحلقة ليس فيناش ابلودوا من اللايف ليس فيناش الفيديو ما 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 زع ماذا بعود رجع سماكم لدي تاي عندي وحد شو كليمات بقاولة سقليه بدماغي الي ويتر كارونت يلا نضي نوصلك اهلا لا ما تجيش بلا موعيد اه عائلة كلولة ما عنديش العائلة اللولة اردع لا يردع لي كولي اه المشكيل كنقولوا الانسان زع ما ما قاريش نعبروه انجينيور انجينيور اقل حاجة باكالوريا زائد خمسة ديال السنوات اول سبعة ديال السنوات هنا عباد الله يبلنا باللي القرية حاجة والوعي حاجة اخرى والحنان حاجة اخرى علي تشي حال لا الى الله محمد رسول الله انا اغنى وصل القرار رسائلي لكم احسيت بك غير الله يدير لي فيها الخير اللهم امين صاحبية غير مستصنعة شكرا اللي كبر بك هاد شي على شبهينك تغدري على الرجلة وترجليت اياها للا ام هاد هادو على الرجلة وترجليت الرجلة وترجليت را عندها مقويمة ساو سايني را خسنا نقولوا بلادم كيفاش كيفاش يفسر او كيفاش يعلم تقلب على المصطلح ما قيشوش دريجي كيفاش يفهم كيفاش يفهم المعنى ديال الرجلة اشنا هي الرجلة عندك حيث كان اللي الرجلة عندها هي الرجل يكون مقيد يكون يقدر يصرف على ولاده يكون يقدر يصرف على داره يكون قادر على القوامة هو الرجل اللي بتريد يصرف على الرجل اللي تحترمها اللي تقدر داره اللي سمحوا لي اللي تقدر داره اللي تقدر مراته هذا هو الراجل كيفاش يكرف على تياشر بلادي يا ايه هي انه هادة والدابز مع امو يحيح لم هذا المصطلح او لنهار الدابز مو معها او لهي زي ما يكون غالطة يحيح لم راجل رل عندما عاني اخرى انا كان وعدكم انا نخصوا حلقة على مفهوم الرجولة وانا فرحت بزاف لانه معنا الرجل يشاركوا يشاركوا معانته ما بقى رأيهم سلمة كتقول فالتقار جوين كتبعدي وضع لها ولدها يزورها ويعطيها حقوقها ويبر بها وانتي بغيت تغيرها حتى البال وما كيش اللي يخليك لك حتى التقار ولي كتقول لي ما كيش اللي يعرف لك لي فعلا كينا كينين حالات كينا للمرأة اللي انت تصفت لها أصوب وتعطيها التقار وتعزيها وتقول لها للا صافي هادها ولدك بغيت تهتر نهار كاملة ما بغيت تهتر نهار كاملة ولكنها مصرر هي هي مصرر ولو كتحس بأنك تبيتي لها بولدها ما كعينش المسألة هذه ما بغتش تنازل عليها شي مراتك تكون مدأة الغيرة مثلا عندها بناتها ما تزوجه وش نتي تزوج بولدها كتشوف بولدها كيتعامل معك زوين بنتها وولدها ورجلها ما كيتعاملش معها زوين كتشوف بأن مثلا ولدها كيتهلف مراته كيتشرين مراته واخهه ويكون نفس شي كيترميسبة لأم إلا واشوف زواج مراتك يفكر فيها مراتك يدخل اعطيتي التقار واشوف مراتك ما كتسول فينا ما كتجعدنا ما كتكبر بينا هزع لنا بيعلنا شبابها غالي هززنا في هالسما ما كترداش بينا كذا 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 كي ينعوب ثاني اللي مي كتمشي بكل حسيكاك كي يولي تناتيف وكتولي لمدهب زاوك مراتك فعلا هات مراتك تركها لكن ما تدرسيوه لا في الخرر غير هو الواحد يحاول أن يقلب على الأرضية دي التفاهم باش هذا الرجل المسكين ما يبقاش طيب ما بين مو ما بين مراته وباش يبقى الاحترام يبقى الاحترام في العلاقة را العلاقة إلا ما كاشفها الاحترام الواحد غير يرجع له را ماشي كل ذاك الرجل فعلا لوبنا فعلا عندك الصح اه لحول ولا قوة إلا بالله هذي ما فيها حس الرجلة لحول ولا قوة إلا بالعظم وخاما عرف شنو ندير ليه ما خستوش يتعمل ما خمس عرف شنو ندير ليه ما خستوش تعمل مع الأم ديله بديك التطريقة بالصح ومي با بدواء بالورد و كنساليو في الحريقة والله اي لا ارا فعلا كم دول علاقة في الول بالورد كتسالي بالحرقة يفو بخي بنير افو بخي بنير افو بخي بنير للا مجدا مجي ديال كادي ايا سفغي احنا ولينا دابا مقبل كانوا الناس كيحلوا البيب البعض دابا وليتي كسعيتي في التليفون االو فلان انا جاي عندك خالتك عمتك ماما خالتك عمتك خالتك عمتك خوك اصدقاء ديالك الام امك اللي بغت جاي عندك سعيد لك سمحي لي يا بنتي وش انتي كاينة نجي ناخدر رانديبو ونجي وش نجي ولا لا لا ممكن الام جي مرحبا بها وقت ما بغت لا ام الام ولا ام زي وما اصلا الامهات لكي يكونوا فامين العلاقة ما بالازواج راتاهم ما كيبغيوا تتقاري يعني كتجي عندك مرة مرة كتطل عليك ممينتك ولا كتطل عليهم ممينته كتطل عليهم ما مرتحش ما عاجبكش الحال مرحبا بها دخول دارها ما غتتنش منك انتي ترحبي بها الواجب اللي خاسو يدر قديري وكتنسح بي ما ندرك ما ندريني ما نجرحك ما نجرحيني هذا هو المبدأ اللي خصو يكون سوكينا متخافي والو راح تاوى والدهم لو عيمتي حشش من القرية تفغي عندك الصح تيجيش من القرية عندك الصح اه فعلا حتاوى والدهم والله العظيم أنا شفت قصص والله العظيم أنا شفت ناس كيف ما داروا لولدهم داروا لهم ولادهم والله العلي العصف وربي شهد على فقه أقول كيف ما داروا لولدهم داروا لهم ولادهم اكشي كو بيكولي ما كانش قبل ما تجي القصة الأزالية اللي كان عرفوها جميع ولكن ناس في الواقع اللي عشت معهم واللي شفت الناس حكوا لي القصص والله داك شي داك والله العظيم عندي تسلسل شفتو الاب كيف ما كانش بار من بواه جاء الولد ما بارش بواه رامي في بار العجازة وهذاك الولد هوا جايين ولادو طالعين كي يكرهوه واحد القرهة غير طبيعي ماما غيكونوش باره ينبيح ولو يرودنو بشي كي يديوه مشي وصاب ما نصدرش الأحكم خلي الفيديو ما عرفناش الخبايات ديالو لكل منزل الأسرار أنا معاك للا أم سعد أنا معاك غير هو ما ما كانت الأسرار لا تصل ما تصلش لجرأة بولد دوي معمو بهذه الطريقة وتسمح لمرتك تشوت على الأم ذي الطريقة وانت كتشوف هادي ما قبولش يعني كان ممكن كان ممكن أنك تقول لي سافيا ماما يلا نصلك كونها سافيا غادي تكلمي مراتك وغادي تدير الوجيه باختوه يدارك مثل أم ذي تلغضلي وغادي تدير بشي قولها ما خديش الموعيد شو ما ديرون شو ما احترمتيني شو نعو الأسرار يعني عن أي احترام من تتحدث يا أخي عن أي احترام كنت تكلم ليس حاليا العلاقة احنا كندوق العلاقة فقط الفيديو جا غير من أجل الاستدلال أو الاستئناس لحوله لقوتي إلا بالله هذا حرام وشوعي ولا ما عندوش الحسل حانان فاد الله بزاف منا مقارين بزاف ولكن وعي ناودي على الانجينيور آوي الله يدي ومختي برافو عليك أختي ترقتي لذي الموضوع باش يعرف يعرف آي آي قال ها هو في الفيديو مش يعني اللي قلت آه وخمش سيبن سيبحي يا حبيبة جيلي لرختك شكرا جزيلا لكلمتكم زوينة وعلى تعليقتكم الرائعة سأنا كنموت عليكم سمحوا لي لما قرش اليوم تعليقات زوينين اللي كيجمعوا المحبة واللي فيهم كلمكم زوين ولكن سمحوا لي بغير نزعم نتناقش كتر كنحتفظ بهم الراس إذا شديلي شكرا مزجز سأنا كنموت عليكم ولي ريخت كتبتو ما تطرقتش ليراه طويل سمحي ليراه كيمش ولي الميساج لانتبار طلال الميساج لكم كتر سمحوا لي كما تودين تودان فعلا حاجة خرى مهمة الولد عايش في فرنسا وولدنا من كيمش الخريج كيتبلو بزاف وكيتأقلم على البلاد اللي هو فيه لا مش ديما مش ديما كين عائلة دائما اللي عايشين في الخريج وكيتلين عائلة مثلا اللي مازال يعني حشو ما تزعينك في مرس عمك حشو ما تزعينك في ممك حشو ما تقلع الفعلة اللي كبر منك كين مسألك أسبقاء مسألة ديال الاحترام والتقدير ووش كين لنا كين كين أصار متفتحة اللي كانتتناقش وكانتدوع لكل شي كين اليوم اللي أنا كنحيي فيها بعض الأب والأم هات كانش دولد وكانهم معهم في كل شي ما كين الحدود كين الاحترام كانهم معهم في كل شي كين قدروا فيهم كل شي كين تقضل حياة وددي الخاصة وكين تقدر حياة بنتي الخاصة وكين مدخلش أشيء اللي ما كين تأمينيش وحتى هذاك وولدي وابنتي كي احترمني وكي يوفر لي الاحترام مع ذاك اللي كونجوان دالو أولدك الطرف الثاني اللي هو معه في الحياة يعني مسألة ما عندها علاقة وخاص اللي مع وترصت من المساج واحد الرسالة في خلاصة را كيف ما ذاك الزوج ولدته وماما وربته وقررت وصهرت عليه هذيك الزوج را نفس شي أمها مشي لقاتها من اسما طاحت عليا بالعذاب العجوزة تقول لك ربيت ولدي وعطيته لك حتى هذيك أم العروسة ربت ديك لبنت وعطيتها لولدك تخدم عليه وتطيب لي وتقابله أبو ولاد العلاقة هي علاقة علاقة يعني ما غالش نقول ل واحد العلاقة اللي شا نقول لي دائرة مغلقة كنا واحد دائرة مغلقة فيها عائلة الراجل فيها عائلة المراد فيها المرأ والراجل فيها الوليدات إذن هذا دائرة صغيرة فيها الراجل والمرأ أوسع بالولدات أوسع فيها الولاد إذن كيف مه have هذي ابنت كيل ولي كيل غير ع natuur بايش رو العملية ب حلقة كيل د usually and انا نطلب فيهم ونبر بهم ونربيهم ونكبرهم ونوصلهم حتى انهم يكونوا في المستوى اللي خاصهم يكونوا فيه وكي ظهر ليا طولت عليكم وقيلة يا كاسي كريم طولنا على الناس اليوم كي ظهر ليا دوينا في الموضوع بما يكفي وحتى اللي ما دويناش فيه بما يكفي كشكركم بزال لانهم بعد اللايف اللولاني وصلنا رسائل حتى من بعد اللايف فلايف يمكن لكم انكم تبرتاجوا عفكم بزاف 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 باش نبقاو معاكم باش نبقاو ندويو باش نبقاو نخلقو هاد نقاشة زوينة معاكم بارتاجوا مع احبالكم مع صحبكم مع اخوتكم مرحبا بالجميع فختم اللايف هذا نبغي نقول الناس الي توصلوا معنا في الفلاباج الجيل اللي بلوز مرحبا شكرا على رسائلكم تزوينا بزاف الوصلات لي شكرا على رسائل قصص ديلكم موتيقة اللي درسوا فينا شكرا بزاف كنا عود رجع ونذكر سيدات وستادة المستمعات ولمستمعين للنساء والرجال اللي بغى يتقسم معنا تجربة ديالو اللي بغى يتقسم معنا الحكاية ديالو لنحياتنا كلنا راه قصص اللي بغى يتقسم الحكاية ديالو معنا غدا تشبطونينا القصة ديلكم مكتوبة في الميزاج ترسلونا بشكل فردي بشكل خاص تفتولينا قصة ديلكم اللي كتضمن الموضوع اللي بغيتنا نتناقشو وغادي احنا نتناقشو بطبيعة الحال بغيتوا اننا نتلاقا وعليش اللقاع ونسجلوا معكم فيديوهات اللي كنكفل لكم فيها بالتزام شخصي انه ما تظهرش الاسم ديلكم ما تغدرش شخصيه ديلكم نمكن لنا حتى انا نلعبوه على الصوت ويتموج وتحكيوا القصة ديكم بشكل مباشر مرحبا بيكم تفتولينا في الخاصة الارقام الهاتفية ديلكم كما تقولو بي على راحة بتتدر نديروا هذه القضية هادي بغيتوا انكم تفتولينا بسيغة مكتوبة مرحبا تكتبوها غادي نقرأها انا كنتطلع على جميع الرسائل اللي كتوصل غادي نقروها وغادي نخصص لها حلقات وغادي ندعوه على الموضوع اللي كيقسكم بغيتوا تواصلوا معنا في ليلايف بشكل مباشر اليوم وتقترحوا علنا مواضيع مرحبا بيكم اللي بمفتوح للجميع وانا سعيدة جدا بتتواصل معكم وشكرا بزايا لانه من نهار ثلاث اللي بدينا فيه اليوم توصلوني جزا دي الرسائل الزويني فيهم مشاعر من الحب ومن تقدير ومن الاحترامي انا تشكركم بزايا وفيهم ايضا رسائل اللي كتحكي القيصص اللي يغيسونها تطرقوا لها انا كان وعدكم ان شاء الله بإذن الله لانا هندير كل مبجيه دي بش نكونوا معكم في هذه اللي رايه بطريقة زوينة بطريقة اللي كتعجبكم وفي المستوى اللي كنتظروه مننا ما سخيتش بكم في الصراحة نتمنى ان اللي في اليوم يكون اعجبكم اعجبكم زيما في الصراحة الموضوع قاسح ولكن اعجبكم في الاتجاه ديال النقاش في الاتجاه ديال ان انا كانت نقشو وتندويو شكرا جزيلا لكم على حسن الاصغاء والمتابعة والمشاهدة مره مرا كتلعولية المصطلحات العلمية ديال الراديو والله العادم زمادية طبيعة قبلوا علينا وصافي ما نقولش المصطلح سيدنا قبلوا علينا كيف محنا وسمحوا لينا ونسمنا انه النقاش يكون كان زوين احنا كنتقسموا معكم ديك شي اللي كنتسمعوا من الناس ديك شي اللي كنعيشوه مع الناس ومرا مرا كسمحوا لينا اللي كندخلوا رأينا الشخصي كناس كوحدة اللي عشت مع الناس واللي تعلمت من الناس واللي سمعت من الناس واللي أنا كنتعلم معكم وكنتربى معكم وتنبني قصة حياتي معكم فمتمنوا انه ونقاش يكونوا كان زوين شكرا بزاف على الرسائل وعلى التفاعل ديلكم ما تساوش نتلقاو نهار السبت ايوي نتلقاو نهار السبت السبت صباح غالي ندليكم ستوري كيف ماليوما غنقول لكم موقيتاش غالي نتلقاو فلو لايف دينا ونتمنى انكم تكونوا كتر 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 ايجبنا هنطلبو ما بعضياتنا كرمو سعليكم شكرا الليكم كنشكر كاريم نايتسي كنشكر اسمائيل كحلاوي كنشكر سيم محمد خير الله كنشكر ايضا يونس كنشكر جميع تغضي الحال الطاقة بتخدموا معنا بتغضي بالفيديوهات فعلا نكونوا معاكم متى كذبهم مزيان شكرا نجزاف الليكم دائما يبقى تتابعونا على للا بله شكرا لكم كان أحبكم كان أميس عليكم لقاء من أرسبت الله بلي أفرسكم إلى الملتقى باي باي شكرا لكم